السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارغراف النهاردة هنتكلم عن موضوع وظيفتك المفضلة واخترنا وظيفة الطبيب your favorite job the doctor نبدأ بالبارغراف بتاعنا قبل ما نبدأ بالبارغراف عوزين نترجم العنوان كلمة favorite يعني مفضل job وظيفة favorite job وظيفة مفضلة your favorite job وظيفتك أنت المفضلة the doctor يعني الطبيب my dream job وظيفة أحلامي in the future في المستقبل is to be a doctor هي أن أصبح طبيبا بدأنا البارغراف بتاعنا بجملة وبنقول وظيفة أحلامي في المستقبل هي أن أصبح طبيبا dream يعني حلم job وظيفة dream job يعني وظيفة الأحلام my dream job وظيفة أحلامي in في future المستقبل is يعني هي to and be أصبح أو أكون a doctor يعني طبيب I think the doctor's work أنا أعتقد أن عمل الطبيب is very hard and important هو صعب جدا ومهم because doctors لأن الأطباء help and save the patients يساعدون وينقذون المرضى يبقى بقول هنا أنا أعتقد أن عمل الطبيب هو صعب جدا ومهم لأن الأطباء يساعدون وينقذون المرضى I يعني أنا think أعتقد أو أفكر doctor's work يعني عمل الطبيب طبعا الـ S دي S الملكية work يعني عمل is يعني هو very جدا hard صعب important مهم يبقى وصفت العمل ده بصفتين إن هو hard and important صعب ومهم because يعني بسبب doctors هنا طبعا يعني أطباء دي S الجمع ودي S الملكية help يساعدون save ينقذون patients المرضى there are many kinds هناك عدة أنواع of doctors من الأطباء يبقى هنا بقول هناك عدة أنواع من الأطباء there are يعني هناك many الكثير أو العديد kinds يعني أنواع doctors أنا أطباء for example على سبيل المثال the children's doctor طبيب الأطفال he deals with ill children هو يتعامل مع المرضى من الأطفال يبقى ذكرت هنا أول مثال من أنواع الأطباء وقلت على سبيل المثال طبيب الأطفال هو يتعامل مع الأطفال المرضى for example معناها على سبيل المثال children's doctor يعني طبيب الأطفال طبعا الـ SDS الملكية he يعني هو عشان مش كل شوية هكتب children's doctor فكتبنا he بمعنى هو deals يتعامل with مع ill بمعنى مرضى أو مريض children أطفال the eyes doctor طبيب العيون he deals with people هو يتعامل مع الناس whose eyes are ill الذين هم مرضى في عيونهم يبقى بقول هنا طبعا تاني مثال على أنواع الأطباء طبيب العيون يتعامل مع مرضى العيون eyes doctor يعني طبيب العيون طبعا الـ SDS الملكية تمام وS الجمع برضو فحطينا الكاما بعد الـ S تمام he بمعنى هو deals يتعامل with مع people ناس whose بمعنى الذين eyes يعني عيونهم are هي المريضة يبقى عيونهم مريضة Most of the time معظم الوقت the doctor doesn't sleep at night الطبيب لا ينام في الليل if someone calls him إذا ناداه أحدا to see a patient ليرى مريضا يبقى بقول هنا أن معظم الوقت أن الطبيب لا ينام في الليل إذا ناداه أحدا ليرى مريضا must بمعنى معظم time الوقت doctor أن الطبيب doesn't بمعنى لا sleep ينام night الليل طبعا night بنستخدم معها كلمة at بمعنى في الليل if معناها إذا someone شخص ما أو أحد ما calls بمعنى يدعيه أو يناديه see بمعنى يرى patient مريض doctors also examine the patients الأطباء أيضا يفحصون المرضى and give them the medicine ويعطونهم الدواء يبقى هنا من ضمن وظيفة الطبيب أو عمل الطبيب أنه يفحص المرضى ويعطيهم الدواء doctors يعني الأطباء also بمعنى أيضا examine يفحص تمام examine معنى يفحص patients ان المرضى give يعني يعطي طبعا عندنا two verbs اللي هو examine and give تمام يفحص ويعطي give them يعطيهم هم them دي بتعود على the patients medicine الدواء we should respect يجب علينا أن نحترم all the doctors around the world جميع الأطباء حول العالم يبقى بقول هنا أننا يجب علينا احترام جميع الأطباء حول العالم ويعني نحن should يجب علينا respect نحترم all جميع doctors أطباء around يعني حول the world العالم finally وأخيرا I love the job of the doctor أنا أحب وظيفة الطبيب and I wish to be a doctor when I grow up وأنا أتمنى أن أكون طبيبا عندما أكبر يبقى في نهاية البارغراف بتاعنا ذكرنا جملا وبنقول أنا أحب وظيفة الطبيب وأتمنى أن أصبح طبيبا عندما أكبر finally يعني وأخيرا I أنا love أحب جاب قرنا وظيفة doctor الطبيب I أنا wish أتمنى تمام love أحب wish أتمنى to أن بي أصبح أو أكون doctor أنا طبيب when معناها عندما I أنا grow up يعني ينمو أو يكبر دلوقتي نقرأ الفارغراف بتاعنا بسرعة ومن غير ترجمة عشان نحس من مهارة الاستماع والقراءة لدينا في اللغة الإنجليزية My dream job in the future is to be a doctor I think the doctor's work is very hard and important because doctors help and save patients there are many kinds of doctors for example the children's doctor he deals with ill children the eyes doctor he deals with people whose eyes are ill Most of the time the doctor doesn't sleep at night if someone calls him to see a patient doctors also examine the patients and give them the medicine We should respect all the doctors around the world Finally I love the job of the doctor and I wish to be a doctor when I grow up بس كده انتهى الفارغراف بتاعنا عن موضوع وظيفتك المفضلة الطبيب the doctor والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته